السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي طلاب وطالبات جريت 2 كل سنة وطيبين النهاردة ان شاء الله هنبدأ معاكم في المنهج بتاع سنة تانية يونت 1 طبعا هندخل في المنهج على طول بس قبل ما نبدأ عايزة اعرفكم ان انا مسهابير خطاب اللي يشوف الفيديو يعجبه ويستفيد منه ياريت يعمل لايك عشان الفيديو يوصل لكل اصحابنا وكلهم يستفيدوا منه طيب النهاردة ان شاء الله هناخد يونت 1 يونت 1 يعني الوحدة الاولى الوحدة الاولى عنوانها اسمه ايه اسمه ميت ماي فاميلي ميت ماي فاميلي ميت ميت يعني قابل قابل ماي فاميلي اسرتي ماي يعني حاجة ميت ماي فاميلي قابل اسرتي طبعا احنا هنشوف الاول الكاراكترز الموجودة معانا علشان ما نلخبطش ونبقى عارفين احنا بنتعامل مع مين طبعا احنا خدناهم قبل كده في سنة اونا دي ميسمونة ميسمونة هاني هانا يوسف اميرا بيزي بي طبعا عدوا علينا في اولى ابتدائي دول الشخصيات اللي هيكملوا معانا لحد سنة ثالثة ان شاء الله ميسمونة يعني ميسمونة يعني المعلمة بتاعتهم اسمها هاني هاني ولد اسمه هاني وطبعا حرف الاتش ميكزا الساونت ها ها هاني هانا هانا يوسف الواي بتتنطق يه يوسف اميرا اميرا بيزي الاس هنا بين اليو والسيمي فاول الواي هتتتنطق الز اللي هي بسطها الزق بيزي بي النحلة النشيطة طيب كده احنا خلاص عرفنا الشخصيات اللي موجودة معانا نيجي نشوف المحادثة بتقول ايه وهانا وهاني هيعملوا ايه معانا ميت ماي فاميلي طبعا موجود عندنا هنا الجد جرامبا طالع كده بيقول لهم جود ايفنينج جود ايفنينج يعني مسائل خير طبعا بيردوا عليه قالولوا جود ايفنينج جود ايفنينج فهنا اميرة بتعرفنا وبتقول لنا this is my grandpa this is ونلاحظ هنا this is عشان اللي هنحطه بعدها مفرد يبقى this is عشان اللي هتكلم عنه بعد كده حد مفرد فقلنا this is this is my grandpa طبعا حرف دي هنا هيبقى عشان لما يكون عندي دي او تي بيجي بين حرفين ساكنين هيبقى silent يعني انا هقول دي لوحدها grand هحط لها pa يبقى grandpa طيب بيقولولها this is my cousin ده اللي بيتكلم هاني بيقول لنا this is my cousin ده ابن عمي او ابن خالي cousin حرف الاسة هنا هيبقى صوته يعني ابن العم او ابن الخالي this is my cousin he is five years old عنده خمس سنوات he is five years old طيب بتتكلم تاني رجعت اميرا بتقول these are my friends وبرده friends زي grandpa بالضبط مش هنقول دي these are وهنا نخلي بالنا ان احنا قلنا these are عشان الكلمة اللي بعدها جمع اخرها these are my friends اميرا بتقول ايه بقى هانا هانا اخر واحدة بتتكلم بتقول these are my parents اه دول parents بتوع هانا اللي هو باباها ومامتها parents الوالدين these are my parents these are my parents طيب نقرأ مرة كمان and you repeat after me يعني قولوا معايا meet my family meet my family good evening good evening this is my grandpa this is my grandpa this is my cousin this is my cousin he is five years old he is five years old these are my friends these are my friends these are my parents these are my parents خلاص كده دي اليونة المببودة معنا طيب اهل المحثة انا مجهزة لكم كتباها meet my family قابل اسرتي good morning مساء الخير this is my grandpa this is my cousin he is five years old these are my friends these are my parents طيب هناخد كلمة my يعني ايه my يعني ملكي ويجي بعدها حاجة مفرد او حاجة جامعة my family my parents my parents والدي او حاجة جامعة طيب ممكن اقول my friend صديقي صديق واحد بس ممكن اقول my friends اصدقائي ممكن اقول my sister ويجي بعدها يبقى ماء يعني حاجة ملكي ماي طيب انا مجهز لكم هنا حاجة جيدة حاجة جيدة هتعرفني الفاميلي بتاعتنا شايفين كده معي family family اسرة طيب من اول حد بقى في الاسرة grand parents grand parents هنا طبعا الدي مش هادة نطق ولتي مش هادة نطق grand parents grand parents يعني الوالدين grand parents الوالدين الاجداد sorry grand parents يعني جدي وجدتي الاجداد grand parents طيب grand parents دول من بقى اولادهم اللي هم او مين هم اصلا grand parents دول اللي هم grand pa and grandma يبقى grand parents اللي هم grand pa and grandma اللي هم الجد والجدة يبقى هنا كده الجد هنا الجدة يبقى grand parents الاجداد grand parents grand pa grand ma grand pa grand ma طيب grand pa grand ma عندهم اولاد من اولادهم بقى اللي هم parents 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 اللي هم مين اللي هم الوالدين parents الوالدين parents parents الوالدين طيب الوالدين اللي هم مين اللي هم father 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 and mother father and mother father و mother ابي و ام father ab mother ام يبقى عندي grand parents الاجداد الاجداد اللي هم جده و تيتا جده و تيتا ده اللي هم grand pa grand ma الجد والجدة grand pa و grand ma اللي هم بابايا و ممت اسموهم parents parents الوالدين الوالدين اللي هم father and mother طيب جده و تيتا عندهم اولاد كمان اه اللي اولاد جده او تيتا اسموهم انكل ابن جده او ابنه او يعني ابن جده من ناحية بابايا او ابن جده من ناحية ممتي اسمه انكل انكل يعني عم او خال انكل عم او خال عم أو خال عم أو خال طيب عمي أو خالي لو عنده أولاد أولاد عمي أو أولاد خالي دول هيقربوا لي إيه؟ هيبقوا بالنسبة لي يعني أبناء العم أو أبناء الخال والس هنا تنطقت زا وأخيرا اس برضو تنطقت زا أبناء العم أو أبناء الخال طيب عندي كمان بيرانس قلنا فاذر وماثر فاذر أن ماثر يعني أنت فاذر أن ماثر بابايا ومامتي طيب بابا وماما لو عندهم أولاد هيبقى براثر أخويا وسستر أختي بابايا لو عنده ولد هيبقى ماي براثر أخي ولو بنت هيبقى ماي سستر أختي يبقى هي دي ماي فاميلي طيب نقول أغنية حلوة قوي إن شاء الله تعجبكوا عشان نحفظ بيها الفاميلي هنقول إيه؟ جدو جرام با تيتا جرام ما جابوا بيرانس فاذر أم ماثر جابوا بيرانس فاذر أم ماثر عمي اسمه أنكل ابنه اسمه قازن الله علينا الله 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 طبعا أنا أقول قازن على أساس أنه مفرد اللي هو ابن عمي واحد بس يعني قازن ابن عمي أو ابن خالي طيب نبتدي بقى نشوف الكلمات اللي هنحفظها أول حاجة موجودة معايا في الكلمات الحفظ كلمة فاميلي 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 أسرة فاميلي أسرة فاميلي جرام بيرانس جرام بيرانس الأجداد طبعا هنا الدي سايلانس والتي سايلانس جرام بيرانس جرام بيرانس وجمع عشان احنا بنقول الأجداد جمع جرام با جرام با يعني الجد جرام با وهنا البي بنقولها با جرام با وحرف الجي صوته جا جا أصلا كلمة جراند يعني مفروض احنا نعرف كده أن جراند الوحدة معناها الأكبر يعني بابا الأكبر وماما الأكبر اللي هو الجد والجدة جرام ما جرام ما برضو دي سايلانتي جرام ما لها الجدة بيرانس بطي سايلانت بيرانس يعني الوالدين اللي هم بابايا ومانتي فاظر فاظر بتي ولقتش هنا الساوند بتاعهم ذ ذ فاظر ممكن نقولها فاظا فاظا وآكل الار كده منطقهاش ماذر ماذر أم براذر براذر أخ سيستر 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 يعني أخت أونكل أ حرف اليوم هنا صوته أ زي ما قول أمبريلا أب يعني أعلى أونكل عم أو خال كوزين 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 واحد بس يعني ابن عمي أو ابن خالي هحط لها الاس وخليها كوزينز يعني ابن عمي أبناء عمي أو أبناء خالي طيب يبقى نقولهم مرة كمان فاميلي جرام بيرانس جرام ما جرام با بيرانس فاظر ماذر براذر سيستر أنكل كوزين نقول الأغنية مرة كمان عشان تحفظوها جرام با تيتا جرام ما جابو بيرانس فاظر أم ماذر عمي اسمه أنكل ابنه اسمه كوزين الله علينا الله 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 نجي بعد كده لل بارتس أوف زا دي بارتس أوف زا دي يعني أجزاء اليوم اليوم عندنا في كام وقت اليوم متقسم لكم جزء أربعة في أربع أوقات في اليوم طب إيه هما مورننج مورننج الصباح أفترنون أفترنون يعني بعد الظهر بعد الظهر إيفنينج إيفنينج المساء نايت نايت والجي والإتش هنا سايلانت والآي هيتنطق باسمه آي مش بصوته نايت يعني الليل كلهم على فكرة ياخدوا إن معادة نايت تاخد يبقى أنا قدر أقول كل الأوقات تاخد إن معادة نايت تاخد حرف جارة أقول إن أفترنون إن أفترنون إن أفترنون مش هقول زه هقول زي عشان أفترنون وإيفنينج بدقين بحروف متحركة فهتبقى زي إن أفترنون إن أفترنون إن أفترنون أفترنون بالليل بقى يعني مساء هقوله جود إيفنينج جود إيفنينج جود إيفنينج جود إيفنينج يعني مساء الخير أفترن حاجة بقى بالليل خالص لما أبقى رايح أنام وأبقى بالحد هقوله إيه؟ جود نايت جود نايت جود نايت جود نايت يعني تصبح على خير طيب الجرامر اللي موجود عندي موجود this is وقلنا نخلي بالنا منها عشان هيجي بعدها إيه؟ مفرد هقول this is my friend this is my friend هذا هذا يكون صديقي يعني ينفع أجيب بعد this is حاجة مذكر أو حاجة مؤنس this is my sister هذه تكون أختي يبقى this معناها هذا أو هذه يجب أن تكون للمفرد القريب يعني حاجة مفرد وفي نفس الوقت قريبة مني المفرد القريب يبقى this is هذا أو هذه للمفرد القريب this is this is my friend this is my sister طيب و these are this are بيجي بعدها أجم أقول these are my parents these are these are my parents يعني هؤلاء والديا بابايا وممتي these are my parents دول بابي and مامي هؤلاء هؤلاء أصدقائي يبقى عندي this is are تيجي مع الجمع معناها هؤلاء لمين بقى الجمع بس لازم يكون الجمع القريب للجمع القريب للجمع القريب يبقى أنا أركز قوي يا حبيبي بتكلم عن حاجة مفرد هتاخد is this is لأ هتكلم عن حاجة جمع هتبقى these are these are يارب يكون عجبكم الفيديو وتكونوا استفدتوا اللي عجبوا الفيديو يعملوا لايك للفيديو عشان يوصل لأصحابنا وكلهم يستفيدوا واللي مش مشتركوا في القناة ياريت يشترك ويفعل زر الجرس عشان يتابع معايا كل المنهج وإن شاء الله هكمل لكم بقى اليونت في فيديو قريب أو إن شاء الله Goodbye